قتال النبي صلى الله عليه وسلم للكفار كان عليه الصلاة والسلام أولا قبل أن يقاتل الكفار يكاتبهم يرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام إذا أتى إلى مدينة إتى إلى قرية أتى إلى دولة لا يبدأ بالهجوم عليها حتى يخيرهم يدعوهم إلى الإسلام إذا أبوا الدخول في الإسلام أخذ منهم الجزية ويبقوا في بلادهم ويكون لهم عاهد وأمان إن أبوا هذه أيضا بعد هذا يكون القتال لأنهم أرادوا القتال ثم نحن الآن نريد المصلحة لهم نريد الخير لهم لا يوجد مسلم على المعتقد الصحيح يريد أن يقتل الكفار ويسفك دماؤهم لا يوجد هذا there's no muslim who believes the same belief as the prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم that wants to kill disbelievers ترجمة نانسي قنقر